تمر ذكرى جديدة لمن استشهدوا لنحيا كما يقول الفلسطينيون لوعة الفقدان جارحة وما يزيدها وجعا الواقع السياسي الأليم زيارة تقليدية تتكرر منذ 21 عاما لأضرحة 13 شهيدا سقطوا مطلع الانتفاضة الثانية في البلدات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 تتزامن هذا العام مع تسجيل مئة ضحية للجريمة المتفشية زيارتنا للشهداء هي وعد وعهد هي وفاء للشهداء وهي عهد لموصلة الطريق لأن الطريق ما زالت طويل أمامنا صحيح أن الوضع أسوأ والجريمة التي تستفحل في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل هي قضية سياسية من الترازي الأول لأن هذه الجريمة تحظى بتشجيع وتسليح وحصانة المؤسسة الإسرائيلية أنا كولد صغير كنت لما استشهد أخوي في عام 2000 أعتقد أن اليوم علينا مسؤولية أكبر من قبل في استمرار هذا النضال وأحداث أيار الأخيرة هي كانت دليل صارخ وصابم للكل تتفرق الشخصيات السياسية والوطنية أما أم الشهيد فلا يغادرها شقي قروحها أبدا يعني 21 سنة يعني كأنه يوم كان ناس اللي ضربوا ضربوا بالزبط هون هنا بعينه يعني كان ناس بالزبط يعني مقصودة لحد هسا منعرفش أنه اللي كتل إحمد لما رحنا على المحكم بكى ألف كان لبيت وبيت كان لاجي هايش بكت الأسماء يعني بالرموز قد يبقى المجرم مجهولا لكن ملامح الضحية تحفر في وعي الأجيال الفلسطينية على أنها ضحية للاحتلال إحياء ذكرى الانتفاضة الثانية وشهدائها اختتمت بمسيرة سنوية نظمتها لجنة المتابعة العليا في مدينة سخنين في الجليل هنأم حميد الجليل الميادين